إذن اتصال هاتفي من بايدن يغير الخطط ويخفف من غضب نتنياهو ليغير الأخير موقفه بشأن الرد على تهران إسرائيل تعرضت لضغوط دبلوماسية من الولايات المتحدة وحلفائها للتخلي عن خطط جهزتها لشأن هجوم موسع على إيران وفقا لصحيفة نيويورك تايمز لتجنب مزيد من التصعيد الصحيفة نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن القادة الإسرائيليين بحثوا ضرب عدة أهداف عسكرية في مختلف أنحاء إيران بما في ذلك العاصمة تهران لكن الضغوط غيرت الخطة وما حدث هو إطلاق عدد محدود من الصواريخ من طائرات تمركزت على بعد مئات كيلومترات غربي إيران بدلا من إرسال مقاتلات لمجالها الجوي ولإرباك دفاعات تهران الجوية أرسلت إسرائيل مسيرات صغيرة أما رسالة تل أبيب لطهران من خلال هذا الهجوم فكانت لتأكيد امتلاكها القدرة على ضرب إيران دون دخول مجالها الجوي وأيضا قدرتها على استهداف منظومات الدفاع الجوي وسط إيران حيث المنشآت النووية طبعا هذا بحسب صحيفة نيويورك تايمز ترجمة نانسي قنقر